موسيقى طالبات وطلاب الصف الثالث الإعدادي أهلا بكم معنا هنتكلم النهاردة في مادة العلوم عن درس من الدروس الشيقة جدا مادتنا تحت إشراف ورعاية وزارة التربية والتعليم زي ما خدناكم في الرحلة السابقة للفضاء احنا لسه فوق لسه منزلناش تمام تعالوا مع بعض نشوف ونكمل نظرية الانفجار العظيم ونظرية نشأة الكون علماء بيفترضوا ان هذا ما حدث نتيجة لاقتفاء التاريخ نتيجة لتتبع دراسات الفيزيائية والفلكية اللي عملها العلماء بيقول ان الكون بتاعنا بدأ او نشأة الكون بدأت به نظرية الانفجار العظيم وقلنا ان الكون بيتكون من قرة من الغاز هذه الكرة كانت تحت ضغط وحرارة عالية جدا وكان حجمها صغير بدأت يحصل انفجار فبدأ يتناصر اجزاء هذه الكرة في الفضاء الشاسع الاجزاء اللي تناصرت بدأت في عملية التمدد والتغير المستمر طيب من 200 من 2000 ل3000 مليون سنة بدأت هذه الاجزاء المتناصرة تتجمع مع بعض وتكون لي كتل اكبر بنسميها اسلاف المجرات بفعل الايه بفعل الجاذبية طبعا وبتتكون هذه الاجزاء اللي تناصرت وتكونت وبدأت تكون اسلاف يعني اجدادنا بتاوع زمان مش عارف ايه هما اسلاف المجرات يعني بدايات تكون المجرات فيبدأ بفعل الجاذبية موجودين جنب بعض فالجاذبية تحكمهم فيبدأ في حركة مستمرة اتساع وتغير ولكن واخدين مركز هذا الجزء كسنتر ليهم هو ده الاساس بتاعهم اللي بيلفوا حواليه زي احنا كده اما الارض بتلف حواليه الشمس فمركز المجموعة الشمسية هي الايه الشمس هما كمان كده الجزء التناصر ده بيدور ويلف حواليه مركز اللي هو بعد كده هيشكل لنا المجرة اللي احنا كنا قلنا هي اساس الايه هي اساس الكون بتاعنا او وحدة بناء الكون هي المجرة طيب هل هم كلهم كانوا في مكان واحد او متلاصقين قال لا التناصر ده حصل ولكن فيه فراغات واماكن مناطق من الفضاء الخاوي حوالين هذه المنطقة طيب بعد تلاتة مليون سنة كمان حصل ايه قال بدأت المجرات بقى في التكاون بدأت اسلافها وبعدين فيه خلال تلتمية مليون سنة العلماء بيقولوا يعني توقعتهم في هذه المرحلة الزمنية او المسافة الزمنية اللي بيستغرقها بدأت المجرات تتكون بعد حوالي خمسمائة مليون سنة ظهرت مجرد ضرب التبانة الشكل القرصي بتاعها اللي احنا شفناه زي ما شرحناه لكم قولنا قادي ضرب التبانة بشكل الحلزوني بتاعها اللي هي موجودة على طرف ازرعها احد الازرع بتاعتها وبيقول عليه تقريبا الزراع الرابع لشكل الحلزوني على الطرف كده هنلاقي المجموعة الشمسية والشمس بالكواكب التماني طيب بعد حوالي ميت بعد حوالي عشرة مليون سنة ظهرت بقى الايه الشمس والمجموعة الشمسية ونشأت الارض وباقي الكواكب المجموعة الشمسية الله يعني المجرة تكونها وحدوثها الفوري ما بيحصلش او ما تخلقش بشكل في المجموعة الشمسية وتنظيمها لا دي بتاخد وقت عبال ما كل شيء فيهم اولا يتكون ثانيا تأثير الجاذبية فيبدأ يتمدد وياخد موقع او لوكيشن لعملية الدوران بشكل معين بعد كده بيبدأ تبدأ كل بقى مجموعة طبعا المجموعات النجمية اللي موجودة لعددها طبعا بالملايين في المجرة بتاعتنا تظهر الشمس ويه المجموعة الكواكب التمانية بتدور حواليها اذا فيه كواكب تانية مع نجوم تانية بتدور في كل المجرات طيب بعد 12 مليون سنة من تكون المجموعة الشمسية والكواكب بتاعتنا بدأ اظهر تظهر اشكال الحياة على الارض واشكال الحياة على الارض اولاد يعني بدأت النباتات تظهر ويه الحيوانات بعد 15 مليون سنة بدأ الكون بهذا الشكل المتكامل قدامه يبقى نظرية الانفجار العظيم تصورت فرضها قالت ان الكون ده كان عبارة عن كورة من الغاز صغيرة مرتفعة الحرارة والضخم مع مرور الوقت حصل انفجار في هذه الكورة فتناثرت اجزاء الكورة في الفضاء بدأ كل مجموعة تناثرت على سيبة مسافات او في الفضاء خاوية وهذه المتناسر على مدار ملايين سنين بدأ بقى الضغط والحرارة يقل بدأ يتشكل تتجمد الاجسام البعيدة او لتناثرت عشان تبرد وتبدأ تشكل او تكون بقى التجمعات الكوكبية او تجمعات المجموعات الشمسية مثلا زي المجموعة الكواكب بتاعتنا والشمس بعد كده ظهور الكائنات الحية وظهور الانسان او على الارض ده كله على مدار ملايين السنين بدأت بقورة ثم انتهت بهذا الشكل اللي احنا بنشوفه قدامنا ومننساش ان هو مجموعة من المجرات مستمرة فيه طبعا كبيرة جدا متناهية فيه الكبر والاتساع والتمدد التمدد مستمر موقفش يعني مجيش اقول للكون بتاعنا حليه حجمه محدد وقف عنده طيب تعالوا نتنقل بقى من الصورة الاوسع وتكون الكون لنظرية ازاي نشأت المجموعة الشمسية طيب المجموعة الشمسية بتتكون من ايه اخدناها قبل كده مجموعة الشمسية بتتكون من الشمس وتمن كواكب والاقمار اللي بتدور حول الكواكب والشهب والنيازك والمزنبات تيه المجموعة الشمسية احنا اخدناها وعرفناها وتعرفتوا عليها انتوا قبل كده طب يا ترى هذه المجموعة اصلا انا ماقول مجموعة شمسية وفيها المكونات دي معنى كده ان هي ثبتت خلاص يعني مش هاجي مرة زي ما قلت لكم كده اصور الشمسة لايه هم معاش التمن كواكب في كوكب هرب لا خلاص احنا بقول ده الشكل اللي ثبت عليه الكون في النهاية بعد نظرية البيكبين اللي هي الانفجار العظيم طيب انا دلوقتي اوكي انا دلوقتي لما اجي اقول يا ترى المجموعة دي او نشأت ازاي هل هو كانت كل نجم جابت منين الكواكب اللي بتدور حوليها الاقمار اللي بتدور حوليها يعني سبحان الله زي ما نقول كده ما تتأمل في هذا الكون يعني قدرة ربنا سبحانه وتعالى طيب النظريات الفلسفية والعلمية اللي قالت هفسر نشأة المجموعة الشمسية وبدأ العلماء يشتغلوا سواء كان علماء الفيزياء او علماء الفلك تمام قالوا ان في عشرين نظرية طيب انا ما تقولوش كتير ولا حكا هنديكو تلاتة بس اوكي طلبة صف الثالث الاعدادي معانا تلات نظريات وخلي بالكو زي ما قلنا من الاول خالص اي منهج وخاصة منهج العلوم ما بيجيش معاك المعلومة من السنة دي وخلاص لا احنا زي ما قلنا ببدأ سلم نمشي فيه خطوات ستيبس كده من البداية لحد ما نصل الى اتساع في المعلومات لحد ما يجي اقولك انا في مرحلة ان شاء الله في السنوي كده ابدأ بقى انت في البحث بنفسك وابدأ اوصلي الاختراع الاكتشاف ابدأ اطرح الاسئلة وعملي ابحاث علمية ما هو انت خلاص انت اللي هتبقى العالم جاهز بقى عشان تبقى انت العالم اللي تديني تكتشف لي حاجات جديدة موجودة في الكون فاحنا بدأنا معاكم من الارض اللي كنا عايشين عليها وبعدين المجموعة الشمسية وبعدين الفضاء وبعدين المجرات وتكون الكون تعالوا نخش نشوف نظريات نشأة المجموعة الشمسية وهم تلت نظريات النظرية الاولى هي نظرية السديم للعالم لابلاس ونظرية التانية نظرية النجم العابر للعالمين تشامبرلين ومولتن والنظرية الحديثة للعالم فريد هويل طيب تعالوا نشوف سايمون لابلاس قال ايه او تصور ايه اولا كلمة السديم ياولاد دي يعني السحابة لما قول نظرية السديم يعني السحابة طيب لابلاس لما جيه يحط نظرية بتاعته قال والله انا تأثرت بمشهدين شفتهم او من الصور اللي موجودة في الفضاء هقول ان تكون المجموعة الشمسية يجي عليهم طيب ايه هم المشهدين بتوعك قال السحاب او السديم الموجود في الفضاء والحلقات السحابية المحيطة ببعض الكواكب زي كوكب زحل عارفين اللي لما كنا بنقول كوكب زحل بيحط بيه حلقات ملونة بتدور حواليه كده وفيها شكل تجازب وبين معنا هنا في الصورة ايه هو قال ان انا هذه السحابات اللي موجودة انا هبني عليها النظرية بتاعتي طيب لابلاس هيقول ايه قال اصل المجموعة الشمسية يا ولاد هو السديم والسديم ده كان عبارة عن سحابة من الغاز او قرى غازية متواهجة كانت بيه الدور وخلي بالكو هي الى حد ما قريبة من نظرية الانفجار العظيم يعني هو كمان بيقول لابلاس انا وجهة نظري في تكون المجموعة الشمسية ان هي كانت كورة غازية متوهجة وكانت بتدور حول نفسها ويفترض انها كونت المجموعة الشمسية طيب يا بلاس كده لابلاس ده بيقول ايه اللي حصلت قال تعالوا خفصرها لكم في عدة مراحل احنا زي ما قلنا كل حاجة بتستغرق وقته والكون وتكون مجموعة الشمسية بفعل الجاذبية وكلام ده كله بتاخد ملايين سنين فقال اول حاجة تقلص السديم اللي هي الكورة الغاز بدأت كورة الغاز المتوهجة تدور حول نفسها واطلق عليها اسم السديم طيب وبعدين قال بمرور الزمن بدأت هذه الحرارة بتأدي الى تقلص حجم هذا السديم وزيادة سرعته حول نفسه كورة من الغاز ملتهبة هذه الكورة بتدور حول نفسها الدوران دوان يؤدي الى تقلص حجمها وزيادة سرعته هي المرحلة الاولى والصورة زي ما احنا شايفين كده اهي انفجار او قتلة غازية وبدأت تدور حول نفسها طيب بعد كده المرحلة التانية بقى تشكل الحلقات الغازية بصوا كده هي كتكورة تمام الكورة دي بدأت تدور حول نفسها وتنفجر كده فبدأت تتحول من كورة لحاجة كأنها مسطحة عارفين لما نبلى بلونة بالمية ونحطها على ترابيزة كده وبعدين اروح من فرق على البلونة تروح البلونة مفرودة على الترابيزة كده والمية حواليها هي نفس الفكرة كده كانت كورة من الغاز ملتهبة وبدأت الكورة دي تنفجر فتحولت الى سطح ايه؟ الى شكل مسطح الشكل المسطح ده بدأ يعمل يدور حوالين نفسه تمام؟ وبسرعات دوا مع الوقت في الدواير دي يعني عارف انت ايه؟ لو جدت حفنة من الدقيق كده وروح ترميها كده في النص وجدت بأيديك روح تقعد تتعمل كده وسبب هتلاقي انت مكان صوابعك ومكان الدوران الدقيق ده حوالي نفسه هتلاقي فيه حصل تكون مدارات كده مدارات كده مختلفة الاتساع ده اللي حصل بالضبط ليه لبلس بيقول كده بيقول ان المجموعة او المرحلة التانية تشكل الحلقات لما بدأ القرى بتاعة الغاز دي تبدأ تتحرك حوالي نفسها في قوة طاردة مركزية نشئة من دوران السودين من اللفة دي كلها بدأت ايه تروح كده وتعمل حلقات بشكل قروي حول القرص المسطح اللي ايه ما موجود عندي بعد كده بدأ السودين ده اجزاءه تنفصل على هيئة شكل حلقات اللي هي اخدت في الدوران حول الكتلة الملتهبة الاصلية اللي هي المركز بتاع القرى الملتهبة اللي كان موجود والداني في النهاية شكل الشمس والمدارات المختلفة للكواكب التمانية اللي موجودة المرحلة التالتة بتاعتي بقى يبقى هنا عندي الشمس بقت كتلة ملتهبة في النص كرة الغازية اللي هو كرة اللي هي السودين وبعدين المدارات اللي هي ان هذه السحابات اخدت شكل من قطرة من الدوران السريع حوالي نفسها والقوة الطردة المركزية من الدوران ده اللي هي تبعد سنة تبعد سنة فاهمين فبدأت ايه تبتعد ولكن ليها سنتر جذب ليها سنتر ايه جذب عارفين انت لما تجيب في لعبة كده بتبقى كرة ومربوطة بفتلة وتبدأ اللي هي بقى عليها النحلة مش عارف اسمها ايه بس انت تبقى الكرة دي تبدأ انت تلفها كده تمام تربط الفتلة على صباح كده وتبدأ ايه تلفها فبصت لقي ان هي في البداية واخدى مدار ضيق لما تزيد السرعة تحس ان هي بدأت تتسع وتتسع وتتسع كده اه اتكونت المدارات او المدارات اللي احنا قلناها وتكونت في المركز الكتلة المشتعلة تعالوا نشوف المجموعة الشمسية ككواكب بقى قال شكلت الحلقات الغازية بعد كده اه بدأت تبرد وتكون اه وتتجمد وتديني شكل الايه المجموعة الشمسية اه الكتلة الملتهبة اللي في النص هي عبارة عن الشمس احنا لما بنيجي نصنف يا ولادي الكواكب بتاعتنا التمانية بنقول ان انا عندي اربعة كواكب حجرية واربعة كواكب غازية وقلنا الحجرية اللي هي زي الارض اللي هي عليها الجبال والارض اليابس وكلام ده كله شبه الارض بتاعي اربعة اللي هما العطارد والزهرة والارض والمريخ دول الاربع كواكب اللي هما قريبين من الشمس وبياخدوا هذا الشكل الحجر اللي عندهم جبال ومسطحات كده واربعة كتل غازية فنقول عليهم الكواكب الخارجية صح؟ الأربع الأولينين القرابين من الشمس والمعاملين من الكواكب الداخلية والكواكب الثانية من تسميهم الأربع الكواكب الخارجية وهي عبارة عن مجموعة من الكتل غازية تمام؟ فكتل غازية دي بنقول إن هي اتكونت وفي منها بعد ما بردت درجة الحرارة بتاع الكتلة الغازية اللي كانت ملتهبة واللي انفجرت وتناصرت بدأت تتكون المجموعة الشمسية يبقى لابلس بيقول قريب من الانفجار العظيم بيقول إن أنا بقول إن نشأة المجموعة الشمسية جات عن طريق ثلاث خطوات أو ثلاث مراحل القرى الملتهبة اللي هي عبارة عن السوديم بتبدأ تدور حوالي نفسها بعد كده بتمفجر وتكون حواليها مدارات بعد المدارات ما تكونت بدأت القطع الغازية اللي هي تناصرت دي بدأت تبرد وتكون الكواكب بينما القلب الملتهب ومازال في في السنتر وبدأ نقول هو ده الشمس وهي دي المجموعة الشمسية تمام ده العالم الفرنسي لابلس طيب النظرية التانية وهي النجم العابر تعالوا مع بعض كده نشوف فكرة النجم العابر وإيه يقصد بيه النجم العابر نروح مع بعض كده ونشوف تعالوا مع بعض نشوف النظرية التانية لنشأة المجموعة الشمسية يبقى خدنا الانفجار العظيم كنشأة الكون بعد كده قلنا مجموعة شمسية وبدأنا بإيه بالعالم لابلاس نيجي للنجم العابر للعالمين تشيمبرلين ومولتن وكان الكلام ده سنة 1905 بيفترض إيه العالمين في نظريتهم بيقول إن فروض النظرية عندي هنا بتتوقع إيه إن فيه نجم آخر غير الشمس هذا النجم سموه نجم عابر زي ما احنا شايفين كده قادي الشمس موجودة تمام وجئ نجم عابر من عند الشمس وبدأ يدور حوالين الشمس وكان هذا النجم نجم عملاق تمام وسمى بالنجم العابر إيه اللي حصل بدأ هذا النجم يقترب من الشمس فبدأ جزء من الشمس يتمدد زي ما حضراتكو شايفين جانب من الشمس اللي هو تجاه هذا النجم العابر بدأ يتمدد وياخذ هذا الشكل التمدد من الشمس تمام طيب هو كان النجم التمدد ده وكان نتيجة إيه قال نتيجة قوة الجذب للنجم العابر للشمس يبقى النجم العابر للشمس بدأ يعمل عملية جذب الحتة من الشمس عارفين لوهي؟ كأنك بتقرب من حد كده وتشده تمام؟ عارفين أنت بتاخد حد كده وتشده فيطلع معك إيه؟ بالملابس بتاعته كده شدته من هدومه كده تمام؟ طيب بدأ هذا النجم لما يشد الشمس ويهي بدأ يحصل تمدد لأحد جوانب الشمس قدت لي إيه؟ هذه الجذبية لتكون كرة أو خط غازي ممتد من الشمس هذا الخط بدأ حتى آخر الكواكب اللي هتكون عندي يبقى للوقتي لو جينا بصينا كده للصورة هنا كان فيه نجم سميناه النجم العابر هذا النجم كان بيدور حوالين الشمس بدأ بقوة التجازق بتاعته يسحب أو يبدأ يشد الشمس ليه وكأنه هو عايز يجيب الشمس ويدمها عليه من قوة التجازق ولكن الشمس ما تحركتش ولكن جزء منها من الطرف كده بدأ يتحرك ويخرج تجاه قوة الجذب للنجم العابر وظهر زي ما احنا شايفين في خط ممتد وهو خط غازي ملتهب يصل أو يتاجه تجاه النجم العابر صورة اللي قدامنا صورة تخطيطية بتقولي إيه اللي حصل بعد ما حصل لعملية جذب الجذب من الشمس تجاه النجم العابر أو النجم اللي هو اقترب من الشمس وحاول يجذبها زي ما احنا شايفين أول حاجة ادي الشمس بدأ التمتد من أحد الأطراف وتكون خيط زي ما احنا شايفين الخيط ده بعد شوية هينفصل عن الشمس ويبدأ هذا الجزء أو الخيط اللي هو الغاز أو الخط الغازي الملتهب هيبدأ يخرج زي ما احنا شايفين ويبدأ يتجزأ ويدور في مدارات زي ما احنا شايفين كان الأول قتلة واحدة أو هو زي ما احنا شايفين لسان الغازي وبدأ يتقطع وهو في نفس الوقت بيدور حوالين الشمس مازال في إيه في حالة حركة من الشمس بدأ من هذا الدوران حوالين نفسه بدأ يكون المدارات زي ما حضراتكو شايفين بعد فترة بدأ هذا الارتفاع درجة الحرارة الموجودة في هذه الكرة الغازية أو الخط الغازي بدأ يبرد لكل جزء تناصر منه وتكونت زي ما احنا شايفين الكواكب السيارة نتيجة للحصل يبقى تاني نظرية التانية لتكوين المجموعة الشمسية هي نظرية النجم العابر زي ما قلنا الشمس كانت موجودة بدأ يظهر نجم يدور حوالين الشمس بدأ عنده قوة جذبة شد الشمس فشد جانب من جوانب الشمس خرجت في شكل خط غازي فدل يشد لحد ما اخد الحتة دي جزء كده من الشمس كورة احنا عارفين كورة ملتهبة فجزء من النار دي أو الالتهاب الغازي ده طلع معاه وبدأ يدور برضو حوالين الشمس طبعا النجم العابر اختفى وبدأ الدوران هذه الكتلة الغازية اللي انفصلت من الشمس تدور حول الشمس كمركز وبدأ بعد فترة هذه الأجزاء تتناصر وبدأت تبرد وتتجمد وتبدأ تديني شكل الكواكب السيارة الموجودة عندنا أو المجموعة الشمسية طيب هلوقف توصيل النظريات احنا اتفقنا هناخد ثلاث نظريات النظريات التالتة عالوا بينا نشوف بعد ما لابلاوس قال لنا وجهة نظره في الكون وطبعا دي وجهة نظر عالم وخلي بالكو اما اقول نظرية معنى كده ان هي اثبتت بالدلائل والبراهين عنده علشان توثق داخل ده هيقول بقى من سور والحاجات الفيزيائية اللي توصلوا اليها وما الى ذلك تمام طيب النظرية التالتة وهي النظرية الحديثة للعالم فريد هويلو كانت سنة 1944 النظرية دي بقى ايه بنقول ان هي كانت على اساس ظاهرة فلاكية شهيرة عرفت بظاهرة الانفجار انفجار النجم العالم بيقول ان فيه ظاهرة حصلت فيها انفجار احد النجوم فيه نجم من النجوم توهج وبدأ هذا النجم ينفجر تمام كان بيلمع لمعان شديد وهذا التوهج او هذا الاشتعال الجامد ده اللي بيظهر عنه هذا التوهج بدأ تدريجيا يختفي وبعد كده يعني دلوقتي عندي نجم هذا النجم بدأ يلمع 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 هو نتيجة للاشتعال والتوهج وفجأة بدأ هذا التوجه التوهج ينطفي ويرجع تاني بشكل النجم عادي محاولات تفسير العالم بقى فريد لهذه الظاهرة وهي انفجار النجم بدأ يقول ان اصلا كانت بتحدث تفاعلات نووية فجائية عنيفة داخل النجم نجم بتاعي احنا قلنا كتلة مشتعلة هذا الاشتعال جاي منين يعني كورة من النار اللي مولع كورة دي ايه بالزبط كده قال ان هي فيها تفاعلات نووية انفجارات بتحدث باستمرار هذه الانفجارات طبعا نتيجة لوجود غزات واطياف موجودة معينة بيبدأ العلماء يفسروها برضو هنعرفها ان شاء الله هذه الانفجارات بتكون انفجارات عنيفة بينتج عنها هذه الهالة المضيئة الشديدة هذا النجم بيقذف كمياتها الى من الغازات الملتهبة بتؤدي الى زيادة حجمه وبتؤدي كمان ليه لمعان لما تبرد هذه الغازات الملتهبة المندفعة بيعود لمعان الطبيعي بتاعه او اللمعان اللي كان موجود عليه طيب انت قلتنا اللي بيحصل ان المجموعة الشمسية وزي ما احنا قلنا ظهرت من خلال النجم التفاعلات النووية داخل الفجائية اللي بتحصل داخل النجم وبعد كده بيبدأ يتناصر منه اجزاء الاجزاء دي لما بتبرد تروح منكمشة وتكون الكواكب يبقى قادي تلات نظريات اللي احنا قلناهم لتفسير المجموعة الشمسية اي حاجة بندرسها بنقول تعالوا نشوف احنا هنستفيد في العلم وتكنولوجيا عندنا ازاي قال والله اللي ساعدني في وضع ودراسة الكون بشكل كبير سواء كانت النظريات الفيزيائية او الفلكية هي وجود الاجهزة الموجودة وهي احد الاجهزة المستخدمة هي التلسكوب وعندي نوعين من التلسكوبات تلسكوب زي ما حضركم شايفين كده بيبقى موجود في مكان مرتفع في المدينة علشان يقدر ياخد صور للسماء تبقى بالنسبة له مفتوحة يقدر يصور طيب التلسكوب الاولاني اللي هو بنسميه التلسكوب المقرب الشمسي وبيكون صورة كاملة للشمس علشان يسهل عملية الدراسة ده مستمر يعني كل شوية بيصوروا يبعد كل شوية يصوروا يبعد والعلماء شغالين على ابحاثهم ودراساتهم بيشتغل ازاي التلسكوب ده عنده مرايتين مقعرين المراية المقعرين الاولى بتبدأ تسقط عليها الاشعة وتصدرها فتتسقبل صورة الصورة دي تنزل على المراية المقعرة التانية وتبدأ تنعكس فتبدأ تدي صورة للشمس واطياف الشمس ومعظم الفلاكيين بيشتغلوا وبيحصلوا على تفسيرات للشمس وتكوين الشمس من خلال الصور اللي بتوصل لهم طيب التلسكوب التاني هو تلسكوب هابل وزي ما احنا شايفين تلسكوب هابل ده طبعا التلسكوب هابل ده كان بقاله فترة كبيرة كان موجود ولكن دلوقتي استبدلوا يا ولاد على فكرة استبدلوا بتلسكوب آخر لان عمر الافتراضي بتاعه خلاص انتهى بس احنا طبعا المعلومة موجودة عندنا في الكتاب كمثال تمام للتلسكوبات اللي كانت موجودة بالفعل وكانت بتصور وبتعمل لكن احنا استبدلناه دلوقتي العلماء استبدلوه بتلسكوب آخر عشان الزمن والوقت وده طبعا بيطلق كان اطلقوه سنة 1990 وكان على بعد 500 كيلو متر من الارض وده برضو رصد الصور للكون على مدار الملايين السنين طبعا للعلماء فرصة لإطلاع على الكون والصور الموجودة في الكون بكده الدرس بتاعنا او الوحدة بتاعاتنا دي اللي هي بتتكلم عن الكون هي وحدة فيها درس واحد زي ما احنا قلنا بعد الصور والعدسات والمرايات اخدناها اخدنا الوحدة بتاعاتنا دي وهي مكونة من درس واحد وعرفنا فيه نشأة الكون ونشأة المجموعة الشمسية ان شاء الله الحلقة اللي جاية هنتنقل للوحدة الاخيرة وهنبدأ نجاحس نفسنا بقى للمراجعات والتركيز على الاسئلة عشان خاطر الامتحانات بتاعاتنا قربت ان شاء الله بالتوفيق لكم اقول لكم ان شاء الله الدرس بتاعنا من الدروس الحلوة المهمة توضحها بالصور شيء مهم جدا وتواصل لها مجال مفتوح جدا 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 اللي حضراتكوا تخشوا على الميديا واتطلعوا فيديوهات تشرح الصور الكونية اللي وصل لها الكون دلوقتي اقرب الصور واحداثها الصور المجرة بتاعتنا جالكسي اللي هي ضربة ببانة وتخش تشوفها تمام لان زي ما بقول الصور مستمرة وحديثة فلو كتابنا جايب صور بقالها فترة انت ادخل وشوف الصور بتاعتك وابدأ نقشنا فيها واحنا بنديركم الفرصة دي طبعا من خلال صفحتنا ومن خلال اليوتيوب وصلنا لاخر الحلقة بتاعتنا بشكركم ونتقابل ان شاء الله في درس جديد ووحدة جديدة وهي الوحدة الاخيرة من درسنا اللي هي هتتكلم على التكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسي ان شاء الله بشكركم وابلكم على خير ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة